صباح الخير نصيحة صباحية نصيحة اليوم لكل ام ولكل اب عنده طفل بعاني من السمنة كتير كنا نسمع انه بكرة بفرط طول بس للأسف في الوقت اللي احنا فيه مش راح يفرط طول راح يضله يعاني من السمنة مشكلة الاطفال انه الخلية الدهنية عندهم حجمة بكبر وعدد الخلايا بزيد فعشان هيك بكون صعب لما يكبر انه يرجع يضعف تاني عشان هيك لازم يهتم باطفالنا لازم ننظم الغذاء تباحهم من خلال ممكن يكون استشارة تغذية واحنا في مركز ابن النفيس في عنا عناية خاصة بالاطفال وانظمة غذائية خاصة بالاطفال وبدائل صحية للاطفال لكن خدوا بالكوا كويس من مقولة انه بكرة الولد راح يفرط طول